كل سنة وحضراتكم طيبين أول يوم النهاردة في صوم الأباء الرسل صوم جميل صوم بيسموه الكنيسة صوم الخدمة لكن مش الصوم بس اللي بيصوموا الخدام الإشعاعات اللي بتطلع دي صوم لنا كلنا فترة جميلة نحن نرجع ثاني للصوم ونرجع ثاني نعيش الثوم الجميل وكل واحد يفكر ويعيد مع نفسه ويعيد روحانياته الجميلة في فترة الثوم نهاردة نتكلم عن الثوم ونتكلم عن الكتاب يقول عن الثوم لكن في البداية يسمحولي أرحب بضيفي اللي بشرفني الأستاذ شريف جورج الخادم بكنيسة القديس ماري بوليس الرسول بالعبور أهلا بحضرتك أهلا بك صباح النور صباح النور على حضرتك والمشاهدين أشكرك معنا النهاردة أيات من إنجيل متة الإصحاح التاسع حينئذ أتى إليه تلميذ يحن قائلين لماذا نصوم نحن والفرسيون كثيرا وأما تلميذك فليصومون فقال لهم يسوع هل يستطيع بني العرس أن ينوحوا مدام العريس معهم ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون طبعا كان فيه صوم عند الفرسيين في العهد الأديم وطبعا رب المجد بيوضح الصوم بروحانية في العهد الجديد أنهم طبعا كانوا مسكين في النموسية شوية وفي الحرفية شوية وفي التقصية شوية وسابوا اللي هو الخالق ومسكوا في هي التقوز بتاعتهم طبعا العقيدة يعني أهمية العبادة الصوم في العبادة المسيحية بيبقى لأنه قال لهم كده هو نذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعلموهم وعمدوهم باسم الأب والإبن والروح الكدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوسيتكم به ففي فترة برضو الأربعين يوم كان ربنا برضو بيركز على اللي هي العبادة وتقوز العبادة اللي القنيسة هتبتدي بيها شكل اسقاف فكان اللي هو قال لهم اذهبوا كويس واللي هو اعلموهم بكل ما أوسيتكم له فطبعا إحنا عندنا اللي هو كل ما كان موجودين هما يا يهود يا أمم فطبعا إحنا عندنا اللي هو متى الرسول كان كتب لليهود عشان كده تكرر الكلام ده هو في البشارة بتاعته مرقص ولوءة كتبوا للأمم اللي هو من كنهم رومان أو كنهم يونان شكل الصوم اللي كانوا بيصوموا الفرسيين وقتها وبعد ما المسيح علمهم يصوموا شكل الصوم يعني ما بين اللي كان قبل ما المسيح يعني يصعد وبعد كده الصوم شكله عمل ازاي؟ هو شكل الصوم طبعا كان عند الفرسيين من اللي هو العهد القديم من كتابهم من أشعياء النبي أنا هجيب مش من كلامي يعني وإصحاح تمانية وخمسين فهما حتى كانوا بيستعجبوا إن بيصوموا بيصلوا ربنا لا ينظر حتى يقولوا له كده هو نصمنا ولم تنظر زللنا أنفسنا ولم تلاحظ يعني عملنا كل التقوس اللي مكتوبة في الشريعة وإنت برضو مش بصص لنا أخذ بالك مننا آه مش مستجيب فهو قال لهم كده هو قال لهم أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ طب ليه يا رب هم كانوا بيعملوا إيه؟ نمر واحد يقول كده هو يوما يزلل الإنسان نفسه يحني كالأسلة رأسه الأسلة اللي هي نبات مائي بيبقى يعني عشان الطيارات المائية وكده ما يتكسرش فبيبقى إيه منحني كده هون فهوما كانوا بالمظهرية بتاعتهم بتاعت الصوم بدم هو صايم يروح إيه؟ يعني إيه منحني كده هون فيظهر للناس اللي هو صائم كمان كان بيقول اللي هو يعني أنتوا بتصوموا للنزاع وللخصام كمان بتسخروا الناس في الصوم بتاعكم يعني هو يبقى تعبان وأنا صايم وكده هون واشتغلي دي معلش أصلا أنا صايم وكده هون فكان كل الصوم بتاعهم عبارة عن اللي هو شكلي أه شكلي وللمظهرية وهما كانوا هي دي النقطة يعني الإشكالية ما بينهم وبين المسيح في تطبيق اللي هو النموس المظهرية الحرفية وطبعا المناصب ده كان هما الصوم في العهد الأديم يعني أو الفرسيين على فكرة لازال الفرسيين لحد دلوقتي أو اللي بتلقى على نفسهم إن هما الفرسيين لازال نفس الشكل في الصوم ونفس الشكل في العبادة ويوم السبت الشارع تتقفل ومنوح حد يشغل عربية ومنوح حد يعمل بيستأجروا ناس عشان هو يعني مثلا لو دخل أسانسير عاوز يطلع الدور الثالث ولا حاجة يجيب حد من الفلسطينيين ولا حاجة يدوس له على الزرار هو ما يدوس على الزرار يوم السبت فهو كان عندهم اللي هو الإنسان من أجل السبت لكن المسيح قال لهم السبت من أجل الإنسان السبت من أجل الإنسان فقال لهم يسوع هل يستطيعوا بني العرس أن ينوحوا مدام العريسة معهم إجابة برضو غير تقلدية يعني يعني هما السؤال بتاعهم بيقولولوا ليه إحنا بنصوم إحنا والفرسيين بنصوم وتلاميذك مش بيصوموا فكان الرد فقال لهم يسوع هل يستطيع بني العرس أن ينوحوا مدام العريسة معهم كان عايز يقول لهم إيه في الإجابة دي هو بيشبه دايما علاقته بولاده باللي هي العروس والعريس زي برضو في صفر نشيد الأنشيد برضو يعني اللي مش فاهمه قوي أو بيرجع لكلمات الرب يسوع نفسها هي فهو عريس الكنيسة وهو اللي دفع فيها أجر اللي هو خطبتها بدمه الغالي المسفوك على الصليب فهو بيقولوا لو أنتوا أمنتوا لو أنتوا أمنتوا أو المؤمنين بي خلاص فهما دلوقتي هما هيبقوا إيه هيصوموا بس إحنا دلوقتي في حالة فرح ينفع إن المسيح يكون موجود فيهم وهم من فرحانين بوجوده في وسطهم ويزللوا نفسهم وينوحوا وكده هون ما ينفعش في هذا الفرح العظيم لكن لما ينطلق العريس ده هون هو إحنا مش هنصوم صيام اللي هو الفريسي لكن إحنا بنصوم بالروح ليه تداريب روحية صوم روحي عشان كده هو قال لهم الأول أنا هبعت لكم المعزي الروح الكدس هو اللي هيذكركم بكل ما قلته لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم فالروح هو اللي بيعمل فينا يشفع فينا ويأن فينا بأنات لا ينطق بها فأنا لما أجي أنا أكون مش مضطر أو مجبر اللي أنا أصوم لكن أنا بندفع ناحية الصوم لأن أنا حاسس من جوايا بالروح الكدس اللي أنا محتاج للتدريب ده هون عشان أقدر اللي أنا أعيش بالروح وأقاوم شهوات الجسد أو أقاوم الخطيئة اللي جوايا مبارح كنا بنحتفل بعيد العنصرة أو عيد حلول الروح الكدس ومن أعظم الأعياد في الكنيسة وعيد سيدي كبير والكلام ده كله إزاي يكون الصوم بعد حلول الروح الكدس على التلاميذ وحلول وسكن الروح الكدس داخل أولاد الله في كل مكان حلول الروح الكدس الأول عشان أنا أتملي بالروح الكدس لازم الأول أعمل استعداد فكان فيه فترة استعداد اللي هم من بالصلاة والصوم هم من كانوا كلهم مجتمعين في العلية اللي هي كان بيت ماري مرقص الرسول وعند مريم أمه هي دي الكنيسة الأولى اللي تأسست هناك واللي رب المجد عمل فيها أسس فيها سر الإفخارس دي فهما كانوا مجتمعين بنفس واحدة وبالصلاة والطلبة مع اللي هي العذرة أم يسوع والمريمات وكل التلاميذ والرسل فهذا الاستعداد استعداد بالصوم والصلاة لأنه هو يعني دي تعليم الرب يسوع ليهم اللي هو لما جم فقالوا له إيه بالنسبة ليه إحنا ليه مقدرناش نطلع الروح الناجس ده فقالوا ما هو هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم صحيح فهما دلوقتي يعني انطلق اللي هو رب المجد طيب هما عاوزين دلوقتي ياخدوا قوة يلبسوا قوة من الأعالي حيلبسوا قوة من الأعالي وهما بإيه يتأوب إيه بالصوم والإيه والصلاة صحيح فيبتدوا هما يصوموا ويصلوا يبتدي الإنسان يخلي ذاته لما أبتدي أخلي ذاتي أبتدي أتملي بالروح الكدس أنا بشبهها دايما يعني آسف اللي أنا بقول أنا يعني لكن هو أبأنا يعني شبهوها دايما بالكباية اللي قدامنا دي لو مليانة رمل لكن أنا عاوز أملاها مية مش هينفع أخوش دخل المية غير لما أبتدي أفضيها من الرمل والرمل هي الزات بتاعتنا فإحنا أصلا يعني من تراب ورماد يعني فالواحد يبتدي يفضي من الزات يخلي ذاته الأول يبتدي يمتلئ من الروح الكدس الروح الكدس يعمل فيه تبتدي تظهر فيه سمار هذه الروح من فرح ومحبة وسلام وتول أناوة تعبير جديد يعني ابتدى مع العهد الجديد بشكل قوي جدا وهو فكرة الفرح رسالة فليب بتكلمنا عن الفرح في الألم سيد المسيح لكل المجد تكلمنا عن حياة الفرح والشاركة مع الله وزي نكون فرحين رغم ألم رغم أي شكل من أشكال ونكون كمان بنقدم الصوم بفرح كيف نعيش الفرح في حياة نيسا الشريف يكون الفرح جزء لا يتجزأ من حياة المؤمن يكون صايم بفرح ليس بين للناس حزين ومجهد وتعبان كيف يعيش المسيحي الفرح في حياته هو لا يتزوق الفرح الحقيقي المسيحي إلا لو هو أخلى ذاته وتغلب على الشهوات العالمية والمتطلبات العالمية لأننا اللي لاهينا عن الحياة بالروح هي الإحتياجات الإحتياجات والإنسان يعني لا يشبع يعني عين لا تشبع للأسف فهو لما يبتدي اللي هو يخلي ذاته ويبتدي يتغلب على الشهوات ويبتدي يتغلب على الزاتية اللي هو فيه هيبتدي هو يحس بهذا الفرح يعني القديس أغسطينوس أذكر له مقولة حلوة خالص يقول يعني أحسست أنني جلست فوق قمة العالم إمتى يا قديس أغسطينوس لما أنا أخليت ذاتي ولا أعتبر أي شيء يعني مهم يعني فدي أهم حاجة فقديس يحنى الزهبي الفم كان بيتكلم على داود النبي حضرتك يقول إيه يقول إمتى فرح أوي داود هو كان عنده متاردة مع شاول واللي هو حربه مع جليات فإحنا بنقارن ما بين موقف داود نفسه في الفرح هو فرح إمتى لما تنازل على اللي هو يقتل شاول في المغارة اللي كان مستخبي فيها وكده هو ولا لما أتى الجليات لا قديس يحنى الزهبي الفم بيعرفنا كده بيقول فرحة داود جدا عندما قهر ذاته وانتصر عليها في عدم مطوعته للانتقام من شاول أكتر من اللي هو إيه أتى الجليات لأنه هو انتصر على ذاته فالإنسان لما يتحكم في إرادته يعني مالك نفسه خير من من يملك مدينة تعطي الإنسان فرح سوى شريف في مهيط فقرتنا لو حركت دينا رشدة روحية كيف نعيش الصوم الأباء الرسل كيف نعيش هذا الصوم ونخرج ما نخرجش منه فارغين نخرج بثمر جميل يبقى موجود في حياتنا كلها مش حق دي رشدة هي الكنيسة هي اللي بتقول كده هو ما ينفعش اللي هو الصوم إلا بالصطين التانين اتنين صات تانين اللي هو الصلاة والصدقة اللي هي عمل الرحمة عمل الرحمة اللي هو في الخفاء كله في الخفاء كمان عاوزين نقول كده سبعة ميم تؤدي إلى ميم عظيمة سريعا بقى بسرعة الميم الأولانية مسبح وتناول تمام ما تنساش المسبح لأنه هو ده هو اللي بيخلي المسيح يثبت فيك وانت تبقى فيه اتنين المخدع والصلاة ما تنساش اللي انت تذكر إلهك قبل ما تخش وتنام نمرة ثلاثة منجلية كتابية ما تنساش كتابك المقدس ووصايا ربنا هي اللي هتنرلك اللي هو حياتك نمرة أربعة الميمة الرابعة اللي هو مطانيا وتوبة تسلك فيه التوبة دايما فهي التي تجعل اللي هو الخطاء بتوليين الميمة الخامسة محبة للكل تدي محبة للكل وكل ما انت تكون ماسك في المسيح هو المصدر المحبة وينبوع المحبة هيديك محبة ويقويك الميمة الستة مخفرة وتسامح سامح الكل والقي خبزك على المياه ربنا يرجعول الميم السبعة معاية قديسين كلهم اتشفع بيهم وانظر إلى نهاية سيرتهم وتمثل بحياتهم السبعة ميم من الحلوين دول همان كلهم يؤدي إلى ميم عظيمة هو حياتنا في ملكوت السماوات شكرك جدا على السبعة ميم وعلى الكلام الحلو والحلو شكرا على النهاردة شكرا على الشريف جورج الخدم من كنيسة ماري بوليس الرسول بالعبور شكرا على حضرت الله الله يخليك شكرا على كل سنة وانت طيب شكرا لنخرج لفاصل ونرجع فقرة اللي جاية هنتكلم عن تاريخ كأس الأمم الأفريقية وسعداد مصر لأمم الأفريقية بعد الفاصل اشتركوا في القناة